الآن إذن مشاهدين إلى أبرز ما جاء في مقالات الرأي في الصحف الأمريكية اليوم الثلاثاء بخصوص الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وفي قطاع غزة البداية من صحيفة نيويورك تايمز وهذا العنوان الذي جاء في هذه الصحيفة يجب على الولايات المتحدة أن تغير مسارها بشأن غزة اليوم جاء في المقال أنه يجب على زعماء العالم وخاصة حكومة الولايات المتحدة أن يفهموا أننا لا نستطيع إنقاذ الأرواح في ظل هذه الظروف ويضيف أن هناك حاجة اليوم إلى تغيير كبير في نهج الحكومة الأمريكية لانتشال غزة مما وصفها بالهاوية وفقا للمقال فإن إدارة الرئيس جو بايدن مدعوة إلى وقف تدخلاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وعرقلة الدعوات لوقف إطلاق النار وأن تتحرك الآن وأن تناضل من أجل الإنسانية نبقى مع نيويورك تايمز ونقرأ مقالا أيضا تحت عنوان نظرة فاحصة على معاقل حماس الثلاثة التي استهدفتها إسرائيل للكاتب ماثيو روزنبرغ حدد الكاتب في هذا المقال ثلاثة مواقع رئيسية تنشط فيها حركة حماس وكانت هدفا للهجمات الإسرائيلية والبداية من خان يونس التي قال عنها الكاتب إن إسرائيل تعتقد أن مقاتلي حماس انتقلوا إليها ويضيف الكاتب أن مخيمة جباليا هو النقطة المهمة الثانية التي تستخدمها حماس منذ فترة كمعقل لها وكان له مكان كبير في التاريخ الفلسطيني باعتباره منطلق الانتفاضة الأولى ضد إسرائيل ويضاف إليه حيوة شجاعية الذي تعرض لضربات جوية إسرائيلية منذ بدء الحرب ننتقل الآن إلى الواشنطن بوست وهذا المقال الذي جاء تحت عنوان لا تتعلم الدروس الخاطئة من صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس للكاتب جيسون ريزايان يقول الكاتب أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى استراتيجية شاملة لتحرير الرهائن بحيث يتم التعامل مع المشكلة بشكل شمولي وليس كسلسلة من الاعتداءات لمرة واحدة يعتقد الكاتب أن تحقيق هذه الغاية يتطلب من وكالات الاستخبارات أن تعمل بشكل استباقي وتعاوني على تحديد الجنات وممارسة ضغوط منسقة على محتجزي الرهائن والدول التي تؤويهم ويخلص الكاتب إلى أن هدف إسرائيل المتمثل في تحييد حماس هو هدف مشروع ولكن التكلفة التي تترتب على أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء مأساوية وغير مقبولة وتؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية نختتم جولتنا هذه على الصحف الأمريكية من والستريت جورنال التي نشرت مقالة رأي تحت عنوان هجوم حماس في السابع من أكتوبر جعل إسرائيل أقوى للكاتب والتر روس ميد الذي يقول أن الدولة اليهودية والحركة الصهيونية التي تدعمها ستخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل وهذا بناء على استنتاجات توصل إليها بعد أسبوع أمضاه في إسرائيل تقى فيه بمسؤولين إسرائيليين وزار فيه مناطق متفرقة من إسرائيل ويضيف أن إسرائيل أصبحت أكثر اتحاداً ومواطنيها أصبحوا أكثر تصميماً على القتال من أجل دولتهم واليهود في جميع إنحاء العالم جددوا التزامهم بالقضية الصهيونية ونقل الكاتب عن خبراء عسكريين إسرائيليين بمن فيهم منتقدو الحكومة قولهم إن الحرب تسير بشكل جيد إلى حد معقول وأن إسرائيل تسير على الطريق الصحيح نحو الحاق الهزيمة بحركة حماس وتتجه نحو اندماج أعمق في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر للحديث مشاهدين حول هذه العناوين الرئيسية التي جاءت في الصحف الأمريكية حول تطورات الحرب والميدان ينضم إلينا الكاتب الصحفي ديفيد أنتلمان أهلاً ومرحباً بك سيد ديفيد وأبدأ معك مع العنوان الأول الذي يأتي تحت عنوان في نيويورك تايمز تحت عنوان يجب على الولايات المتحدة أن تغير مسارها بشأن غزة اليوم تابعنا قبل قليل أيضاً تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يقول بأن أو ينتقد إسرائيل فيما يتعلق بأعداد المدنيين في غزة هل توافق على مثل هكذا عنوان؟ كيف تقرأ مثل هكذا عنوان؟ وإلى أي مدى يمكن بالفعل للولايات المتحدة أن تطبقه؟ ما أعتقد أنه مثير الاهتمام هو أن بايدن قال شيئاً في الليلة الماضية في استقبال عيد الأنوار قال نستمر في تقديم المساعدات العسكرية إلى أن يتخلصوا من حماس وأضاف الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير بين الليلة وضحوها ولا يمكن أن نترك هذا يحدث إسرائيل يجب أن تتعامل مع هذا بشكل أو بآخر هارتس صحيفة إسرائيلية جيدة وهي غير معجبة بالضرورة بنتنياهو قالت جيش الدفاع الإسرائيلي من غير المحتمل أن يحصل على صورة نصر فوق أنقاض غزة ما عليه عمله هو أن يفهم ما يجب أن يحدث الصحفيون الأجانب عليهم أن يراقبوا ما تفعله إسرائيل إذا كانت تفعل الشيء الصحيح وهذه هي الطريقة الوحيدة لتغيير صورة إسرائيل إذا أمكن ذلك الآن نعم نذهب إلى المقال في نيويورك تايمز والذي يتحدث عن مواقع ثلاثة لحماس يتمركز فيها هي تعتبر معاقل لحركة حماس وفقا لهذا المقال مثلا هو يتحدث عن مواقع في خان يونس في جباليا وأيضا في الشجاعية هل يفسر ذلك وفقا لهذا المقال ووفقا أيضا لمتابعاتنا للتطورات الميدانية ما تقوم به إسرائيل من تعدد المواقع التي تستهدفها في الشمال في الشجاعية في جباليا تنتقل بعدها بعد ذلك إلى خان يونس في الجنوب تتحدث عن ذهابها إلى رفح لا يوجد أي شك في تعدد الأهداف ولكن ما هو الهدف من استهداف هذه المعاقل ما هو الضرر الذي تلحقه القنابل على المدنيين علينا أن نتذكر دائما مسألة ما يحدث للمدنيين هناك طرق عديدة للتخلص من حماس وبدون شكهم إرهابيون والإرهابيون لا يوجد شك في وجوب استهدافهم السؤال ليس فقط في إسرائيل ولكن في معظم الصحافة الغربية ليس فقط فيها الولايات المتحدة فرانس أقرأ لوموندلو في جاغو وفي لندن وألمانيا أقرأ الصحف السؤال هل إسرائيل تفعل الشيء الصواب؟ هل أمريكا تفعل الشيء الصواب في دعم إسرائيل في نمط الهجمات هذه في غزة؟ هذا هو السؤال الكبير الآن ما هي الخطوة التالية؟ ما هي النتيجة؟ لا أعتقد أن أي من هذه المقالات وصلت إلى هذه النتيجة؟ نعم فيما يتعلق بمقال واشنطن بوست وله علاقة بالرهائن يقول العنوان لا تتعلب الدروس الخاطئة من صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس يعني يجب من خلال هذا المقال أن يكون هناك رؤية أن يكون هناك حاجة ملحة للتوصل إلى تسوية؟ هل برأيك يمكن بالفعل أن يكون هناك مسار رؤية في هذه المرحلة مع التطورات التي نشاهدها من أجل العودة مرة أخرى إلى مسار الهدى؟ مسار التهديئة ومسار حتى تبادل الرهائن والسجناء طبعا لا يوجد شك في ذلك كاتب المقال جيسون ريزاين أنا أعرفه هو أخذ أو كان في السجن من جانب القوات الإيرانية في إيران خمسمائة يوم سجن فيها وبالتالي هو يفهم أن يكون رهينا أو رهينة وهو محق يجب أن يكون هناك تركيز على الرهائن الآن والسؤال ما الذي سيخرجهم ضحض حماس وضحض المسؤولين في قطر المستعدون للتفاوض أو يعتقدون أن بإمكانهم إرقاذ هؤلاء عن طريق الوسائل العسكرية في غزة أنا غير مقتنع بذلك أود أن أؤمن بالدبلوماسية والتفاوض وأن هذه هي الوسيلة الأساسية لحل الخلاف بالتأكيد هكذا جيسون ريزاين حصل على حريته لقد كانت هناك محاولة لإخراجه بالقوة ولكن لم نستطع أخرجناه بالمفاوضات هذا ما نحتاج إليه الآن هناك مسألة أكبر من القوة المسلحة نعم سيد ديفيد فقط بعجالة في هذا الإطار البعض يقول بأن الميدان هو الذي يمهد من أجل التواصل إلى مثل هكذا تفاهمات أنا لست دبلوماسيا لا أستطيع أن أقول لك ما هي أفضل طريقة لإخراجهم ولكن قطع كل الاتصالات مع مسؤولي حماس في قطر هذه ليست أفضل الطرق وأكثرها فعالية يجب أن تكون هناك قنوات اتصال وهي الأكثر فعالية الآن ما يتعلق بالمقال الذي جاء في صحيفة والستريت جورنال والذي قال كاتب المقال قال إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر جعل إسرائيل أقوى هل بالفعل جعل هذا الهجوم إسرائيل أقوى أكثر تماسكا؟ لا يوجد شك في أن الهجوم وحد إسرائيل في كراهيتها لحماس والحاجة للرد بشكل أو بآخر أنا غير متأكد أن كل إسرائيل الآن مصر على الاستمرار في حرب لا نهاية لها كطريقة للخروج من هذا المأزق لا يوجد أي شك في أن إرهابي حماس يجب أن يعاقبوا وبشدة كانت هذه جريمة أو عمل إرهابي شنيع لا يوجد أي شك ولكن السؤال هل هذا فعال ما تقوم به إسرائيل أو هي تدمر صورة ليس فقط إسرائيل وإنما اليهود في كل أنحاء العالم اليهود الذين يدعمون هذا إسرائيل دائما كان لديها أو لها إحساس بأنها الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط أعتقد أن هذا ما يتم اختباره الآن وأمل أن تجتاز هذا الخبار الاختبار بكل إخلاص شكرا جزيلا لك ضيفنا من نيويورك الكاتب الصحفي ديفيد أندلمان شكرا لك